خلينا نبدأ الحقيقة بالأستاذ يا أستاذ مجدي دكتور مجدي حضرتك مواسق انك هتغير فكر الناس دي عسان الله سبحانه وتعالى طيب التوفيق ان شاء الله لحضرتك والكل دي في خمس دقايق يستغل المسرح هنا هنا ويكلم الجمهور ده هنا نعم هو الجمهور ده بالنيابة عن الجمهور اللي في البيوت نعم وتقنعه بوجهة نظرك خمس دقايق كاملة ان شاء الله جاهز يا دكتور جاهز ان شاء الله فضل يا فندي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وعلا اولا انا لست مع احتكار الدولة للفتوى في هذا السؤال يعني انا قلت ان مسألة الدولة تكون بتنظيم عملية الفتوى حتى لا تكون الفتوى فوضى بين من يعلم ومن لا يعلم فمسألة احتكار اولا احتكار الدولة لمسألة الفتوى وهي التي تسيرها حسب اهوائها وحسب شعواتها وحسب انظمتها الفاسدة تقتل بها من تشاء وتسجن بها من تشاء هذا لا يقول به انسان عاقل ابدا انما ما يعني اقوله انا ان الدولة التي في انا ليست الدولة التي في ذهني كثير من الناس لما اتكلم عن الدولة ليه الدولة القديمة ليه الدولة الاموية او الدولة العباسية او الدول او الخلافات التي كانت موجودة سابقا ليس هذا في ذهني لما اتكلم عن الدولة ولا اتكلم في ذهني عن الدولة عن الدولة التي تتبنى الفتوى الان وتعصر الفقيه او المفتي تحت سلطانه لا اتكلم عن هذه الدولة إنما أتكلم عن الدولة التي قامت باختيار حر مواشر من الأمة وتحقق مصالح الأمة التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تحقق هذه الدولة التي أقول أنها تقوم فقط بتنظيم عملية الفتوى لا باحتكارها ولا التأثير عليها إنما بمأسسة هذه العملية عملية ليست سهلة عملية ليست يعني لا تترك في المجتمع حضراتكم يعني ترون في المجتمع هناك فوضى كبيرة جدا في من يفتي ومن يتكلم أمام الناس أكثر الذين يتصدرون من الدعاء ومن الخطباء وغير ذلك أكثرهم لا يجيدون فن الفتوى لأن فن الفتوى له أسسه وله علمه وله مناهجه هؤلاء لو وضعناهم على طاولة البحث العلمي لا نجد عندهم من مقومات الفتوى شيء ولكنهم يتصدرون أمام الناس ويعني بعضهم على بعض الصفحات ما يقرب من خمسة ومن عشرين مليون شخص يسمع لهذا الشخص ويعني يهتم بكلامه ويأخذ منه على أنه هو المفتي له ويتعلم منه هؤلاء بعض الذين تصدروا في الإعلام تصدروا باسم الدعوة وباسم الدين هؤلاء بالفعل أضروا الدعوة الإسلامية وأخرجوا كثير من المعاني في غير موضعها إذن أنا لما أتكلم عن الدولة الآن ليست الدولة البلسرية وليست الدولة الثقراطية أو الدولة ما يقرب من الدولة مفهوم الدولة الدينية إنما أخصب بمفهوم الدولة، الدولة المدنية التي تقوم باختيار حر مباشر من الأمة فهذه الدولة يكون لا تحتكر الفتوى ولا تقدم نفسها على أن هؤلاء هم علماء السلطان وهؤلاء هم علماء غير السلطان إنما تقدم مؤسسة بحثية من علماء الأمة الذين قامت بهم شروط الفتوى الحقيقية أن يقدموا للأمة تصورتهم حول المشاكل والأخص المشاكل المتعلقة بهموم الأمة لأن كثير من المشاكل المتعلقة بهموم الأمة يفطي فيها الصغار ويفطي فيها من لا يعلم فترتب على ذلك إراق الدماء كثيرة جدا وبترتب على ذلك مفاسد ضخمة كثيرة جدا الفتوى عندنا في الإسلام متعلقة بمصالح الأمة وليست متعلقة بالمصالح الفردية وكل ما هو متعلق بمصالح الأمة لا يمكن أبدا أن يترك للأفراد فوضى هكذا كل واحد يفتي كيفما شاء ويتكلم كيفما شاء كل ما هو متعلق بمصالحة الجماعة الإنسانية والمصالح العامة للأمة لا بد أن يكون هذا الأمر في إطار تنظيمي لا في إطار احتكاري لا في إطار أن الدولة تسيطر على أذهان الناس وأفهم الناس بعلماء معينين إنما إن الدولة دورها فقط هو مجرد تأسيس هؤلاء العلماء في مؤسسة واحدة ويقدموا للأمة ويقدموا للدولة ويقدموا لفئات الأمة كلها من شبابها ورجالها ونسائها التصورات التي جاء بها الإسلام نحو ما يتعلق بمصالح الإباد سواء كانت مصالح دنيوية أو كانت مصالح أخروية هذه الصورة يعني أنا أرى أن هذا من اللوازب ومن واجبات ولي الأمر ولما أتكلم عن ولي الأمر لا أتكلم عن الفرد أتكلم عن مؤسسة نحن إذا تكلمنا عن ولي الأمر الصورة الزهنية عندنا الحاكم بأمر الله أو فلان فلان هو المستبد لا ألا أتكلم عن ولي الأمر شكرا يا دخول مجدي شكرا